يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة دخلنا في الجد يا جماعة منتخبنا الوطني النهاردة بدأ معسكره لكأس الأمم الأفريقية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا بعد شهر وشوية من دلوقتي بعد نهاية البطولة بإذن الله وإحنا بنقول مبروك لمصر والله فرحتونا والله وعملوها الرجالة بإذن الله والله الحلم مش بعيد آه ولازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف إن المنافسة صعبة صعبة جدا أنت منتخب مصر عندك منتخب محترم نعم عندك تاريخ كبير وعظيم هو الأهم في القرى الأفريقية نعم بس أنت بتلعم مع منتخبات عندها نفس الطموح ونفس الرغبة وكثير من الإمكانيات الكبيرة آه كدفوار المستضيفة على المنتخب الناجيري على السنغالي على الغاني على الجزائري على المغربي منتخبات كلها تيلة أوي تيلة أوي وبالتالي إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة بالمناسبة صور الملعب الملعب اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة أول زهور ليه يعني حاجة تفرح هتونا يا جماعة صور الملعب هتوهلنا كده فول سكرين كده ونشوف صور الملعب قد إيه تفرح بص يا جماعة آه من داخل الملعب بص الملعب بص المدرجات بص الجمال كمل الصور في كمية تفاصيل مهمة جدا في الملعب ملعب عالمي ملعب عالمي تسلم إيد الناس اللي شاركت في هذا الصرح العظيم يضاف لأماكن ومنشآت رياضية كبيرة وعظيمة في مصر شيء مدهش شيء رائع حلو حلو الكلام ان شاء الله يتلاقي بعالين مباريات الفترة اللي جاية ان شاء الله يبقى ملعب رئيس المنتخب مصر ان شاء الله بإذن الله يبقى وش الخير على منتخبنا يبقى تطلع الأولى لمنتخبنا في ملعب العاصمة الإدارية الجديد بإذن الله يرجعوا بعدها ببطولة بطولة كأس الأمم الأفريقية ونقول ساعتها الملعب ده وش ساعة زي ما دايما كنا بنقول وما زلنا بنقول ان استاد القاهرة الدولي استاد الرعب للقسوم والمنافسين دايما كان وش خير وعظيم علينا بإذن الله الملعب ده كمان يبقى وش خير وعظيم علينا كطلع أولى مهمة جدا وتدريب أول في معسكر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية يلا كلنا وراكم تجالة بإذن الله تفرحونا محمد صلاح فقط هو اللي هنضم المنتخب يوم الخميس القادم إن شاء الله كان لسه عنده مباراة أمس مهمة جدا أمام نيو كاسل وخلاص مباشرة هيكون مع منتخبنا يوم الخميس القادم يعني بكرة تعريبا لو اعتبرنا النهار الضربة فبكرة يبقى موجود مع المنتخب خير إن شاء الله طيب افضلوا سندوا افضلوا ادعموا هنفضل مع حضراتكم كل يوم زي ما قلت لكم البداية دائما كل يوم لحد ما نخلص كاس الأمم الأفريقية منتخب مصر هنتحدث عن منتخب مصر هنساند منتخب مصر هندعم منتخب مصر السبع وعشرين بطل اللي موجودين في منتخب مصر دول لحد ما البطولة تخلص هم أحسن سبع وعشرين لاعب في مصر كتير لعيبة عظيمة في مصر كتير لعيبة موهوبة في مصر بس السبع وعشرين دول بالنسبة لنا هم الأعظم ما تقوليش بقى إيه أصلي كان فلان أحسن وأصلي كان فلان مكسر الدنيا فين وعمل إيه ما تقولش كده ما تقولهاش حتى على سوشيال ميديا في بوست ما تكتبهاش حتى ما تقولش كان فلان أحسن ليه خلاص هم دول اللي موجودين في المنتخب الوطني هم دول اللي رحيني لعبك أسرانو الأفريقية ما ينفعش لاعب يبص على حد كاتب وما تفكرش أنهم مش بيبص بيبص وبيقض يقلب على سوشيال ميديا زي ما أنت بتوقع تقلب كده ما تحسسوش أنه أقل من أي لاعب ده أنا راح أمثلك ده راح أجيب لك البطولة ده أنا راح أعب واتعب عشان يجب لك البطولة فكلهم أبطال ما تقولش بقى ده أحسن وده أوحش السواء عشرين دول إن شاء الله يرجعوننا بالكاس